أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بأن 846 ألف طفل في الفلبين يحتاجون إلى المساعدة بعد أن دمر إعصار ريه منازلهم ويشكل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق المتدررة من الإعصار خطراً إضافياً من شأنه أن يبطئ جهود الإغاثة وفي بيان لمماثلة اليونيسيف بالفلبين أكدت الوكرة الأممية أن الأطفال يعانون من الإسهال في المنازل والمستشفيات وبالكاد يتعافى أباؤهم القلقون من صدمة فقدان منازلهم وسبل عيشهم وتشير تقييمات فرق اليونيسيف بتعاون مع الحكومة إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب المأمونة والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية من العنف والسمرار التعليم ترجمة نانسي قنقر